بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلبة ومرحبا بكم في درس جديد في الإدارة المالية عزائي الطلبة بعد أن تعرفنا على كفية حساب الفائدة وإدراجها ضمن كشف الدخل اللي هو قائمة مالية يستطيع المدير المالي من خلاله التعرف على موقف المنظمة النقدي والإيرادي وكذلك على الربح والخسارة وعلى كيفية توزيع عوائد الأسهم والسندات من خلال ما تبقى من العرباح وقسمتها عن مبيعات وأخذنا كيف نستخرج المجاهيل إذا كانت الفائدة مجهولة وتعرفنا كيفية استخراجها وكيف نحسب بعد استخراج كشف الدخل وكل القيم الظاهرة الخاصة بالروافع شون نحسب الروافع المالية والتجريبية والشاملة وتعرفنا على كيفية استخراج نقاط التعادل في حال عدم وجود الكلف المتغيرة للوحدة الواحدة وأخذنا عزاء الطلبة كل ما له علاقة بكيفية التعرف على هذه المقاييس ونقاط التعادل وتأثير الضريبة أيضا بعد ما حسبناها الضريبة بشكل نقدي وأضفناها تأثرت الروافع المالية والتجريبية بعد إن كنا نحسبها بالكورس الأول على شكل نسب الآن أخرى تعلمنا كيف نستخرجها من كشف الدخل بل وإضافة الفوائد بشكل مبالغ أو قيمة وكذلك إضافة المسائل اللي تتعلق بالضرائب كقيمة أيضا وليس كنسب عزاء الطلبة بعد ما توصلنا إلى هذه النتائج وتعرفنا على المسائل المجهولة كيف نستخرجها واستخرجنا كل المعادلات ذات العلاقة بالوصول للمركز المالي للمنظمة وتحقيقها إلى نقاط التعادل وكذلك مقارنة نقاط التعادل من حيث القرب أو البعد عن هامش الأمانة عزاء الطلبة الآن نتحول إلى وما زلنا في موضوع التحليل المالي أيضا من خلال قياس الحالة المالية للمنشئ بعد ما تعلمنا كيفية استخراج قائمة الدخل عزاء الطلبة وكشف الدخل الآن نتحول إلى قياس الحالة المالية للمنشئ إذا تذكرون إحنا في بداية الكورس أخذنا التصفية وكيف أن المنظمات من خلال تعثرها المالي قد تتعرض إلى تصفية هذا معناتها إيفاء التزاماتها بعد أن عزت عن الوصول إلى الميسورية المالية أو المقدرة المالية أو اليسر المالي الخاص بقدرتها على تزديد متطلبات الأطراف ذات العلاقة بمديونيتها وكل مطلوباتها إذن إذا قلت عزاء الطلبة موجودات عن مطلوباتها إذن المنظمة كما تعلمنا في حالة عسر وهذا العسر على أنواع فني وقانوني وأيضا هناك عسر يسمى بالعسر الحقيقي أو الفعلي أو الموقف المالي أو الحالة المالية الحقيقية أو الفعلي أعزاء الطلبة كل القضايا التي تتعلق بالإدارة المالية هي عبارة عن تحليل والمدير المالي يجب من خلال القضايا الخاصة بكشف الدخل وبنود كشف الدخل والمضامين التي يحتويها كشف الدخل هو عبارة عن مفردات وبنود وقوائم لتحليل الموقف المالي للمنظمة وبالتالي تبين قدرة الإدارة على كيفية إدارة أصولها سواء كانت أصول ثابتة على شكل موجودات ثابتة أو تستثمر أصولها على شكل موجودات ثابتة أو موجودات متداولة إذا الرأس المال أعزاء الطلبة يجب على المدير المالي أن يكون قادرا على إدارة رأس المال العامل والذي يتضمن المخزون والنقدية والذمم بطريقة تجعل المنظمة قادرة على مواجهة كل متطلباتها المالية وكل التزاماتها المالية ولا تصل إلى حالة الفشل في إدارة أموال المنظمة هذه مهمة المدير المالي والإدارة بالمنظمة ويجب أن لا تعرض المنظمة إلى مخاطر العسر الفني والعسر المالي الكامل أو الفشل المالي الكامل وإنما يجب أن تكون في حالة الإسلوب الخاص باليسر الفني اليسر المالي يعني المقدرة المالية التي تمكنها من الاستمرار بأعمالها ومواجهة كل المسال التي تتعلق بفرص السوق ومنافسة الآخرين ورفع قيم السوقية لموجودات المنظمة من خلال التوازن بين المخاطر والإرادات أعزاء الطلبة إذن هنا في هذا الدرس أيضا واللي راح نستمر بعد ما تعلمنا عليه كيفية الرفع المالي وكيفية التوصل إلى كل العلاقة بنقاط التعادل اليوم راح نتعلم كيف ننقيس الحالة المالية لهذه الموشة التي أخذنا عنها مثال سابق واليوم راح نستمر بكيفية قياس الحالة المالية للمنظمة إذ يجب أن تكون المنظمة قادرة على تعزيز قيمة أصولها في السوق وكذلك يجب أن تكون المنظمة لديها يعني نسبة من القوة السوقية من خلال نجاحها في إدارة أموالها وكل الأدوات المالية وموجوداتها أعزاء الطلبة إذن الأسلوب الذي موكننا من قياس حالة اليسر المالي الفني واللي احنا تحدثنا عنه في محاضرات سابقة وعدم وصول المنظمة إلى حالة التصفية ووصولها إلى حالة الإفلاس من خلال تصفية القانونية بسبب الخلل الفني أو العسر الفني أو الأعسار الفني أو ما يسمى بالإفلاس الذي يواجه المديرين في هذه الحالة ظروف صعبة لا تمكنهم من الاستمرار بدفع المديونية ولذلك سوف يكون هناك تدخل قانوني وهناك مصاريف وهناك بيع وتصفية لموجودتها أعزاء الطلبة إذن اليسر الفني هو عكس العسر الفني Solvency Technical Solvency هو اليسر المالي الفني في حين العسر المالي هو Insolvency إذا كانت أصول الشركة المتداولة وقيمة استثماراتها الموجهة لرأس المال العامل Working Capital Investment وهذا رأس المال العامل كافي لمواجهة التزاماتها ومطلوباتها من خصوم وقروض وسندات وحقوق الآخرين إذن هذه كلها بكامل قيمتها بالإضافة لقدرتها على توفير القيمة المناسبة لتشغيل استثماراتها الثابتة والمتمثلة في تلك القيمة الدائمة من الاستثمارات في رأس المال العامل إذن الموجودات الثابتة يجب أن تحوى أيضا بعناية كافية حتى تكون المنظمة بسبب هذا التشغيل للموجودات الثابتة تستطيع أن تحقق سيولة نقدية أو تدفق نقدي ناجح يمكنها من ديمومة عملها وتزديد التزاماتها ومن هذا التوضيح أيضا عزاء الطلبة أن يمكننا التأكيد على حالة اليسر المال الفني طبعا اليسر المال الفني يجب أن تكون المنظمة لديها المقدرة على مواجهة الالتزامات وإدخال التكنولوجيا وكذلك تطوير الأداء وتحفيز العاملين وتحسين ربحيتها وبالتالي تستطيع أن أيضا سمعتها تتحسن وأيضا المساهمين يعني يحققون أرباح عالية بسبب الفوائض من الأرباح وبالتالي زيادة نسبة التوزيع أو ما يسمى بمقسوم الأرباح على أصحاب الأسهم أعزائي الطلبة ومن ثم تزيد قدرتها في زيادة الاحتياط النقدي أيضا وبالتالي تكون هذه المنظمة بموقف مالي يسير وليس عسير إذن كلما كانت قيمة الاستثمارات في رأس المال العام قوية وجيدة فهذا يدل على أن الموقف المالي الفني هو يسير وباستطاعته مواجهة الاتزامات الجارية للمشاء إذن رأس المال العامل بمصطلح خاص هو في الإدارة المالية وهو نيت وورك كابيتل هو نيت وورك كابيتل والذي يتم التوصل إليه كما يلي أعزائي الطلبة صافي رأس المال العامل يساوي قيمة الاستثمار في رأس المال العامل ناقص قيمة الالتزامات الجارية إذن هذا هو صافي رأس المال العامل أعزائي الطلبة قيمة الاستثمار في رأس المال العامل ناقص قيمة الالتزامات المالية إذن نحن بالقوامل المالي أو بالميزانية الكشف الميزانية عزائي الطلبة والميزانية العمومية في نهاية السنة لكل شركة نستطيع أن نتعرف على قيمة الاستثمار في رأس المال العامل خلال الموجودات أو الأصول المتداولة الأصول المتداولة تتضمن المخزون وكذلك الذمم وبالإضافة إلى النقدية عزائي الطلبة إذن هو هذا وبالإضافة إلى المدينون إذن هذه هي المسائل التي تتعلق بمكونات رأس المال العامل نقصها من قيمة الاتزامات الجارية أعزائي الطلبة هذا يدل على أنه كلما زادت استثماراتنا في المخزون وفي النقدية وفي الذمم المدينة وفي الأوراق المالية وكلما زادت أعزائي الطلبة قدرتنا على مواجهة الالتزامات التي تتمثل بالخصوم مع عزائي الطلبة أو المطلوبات ويصبح واضحا الآن وبصفة مبدئية أن حالة اليسر المالي الفني بأي موشي ترتبط بظهور قيمة موجبة لصافي رأس المال العامل إذن كلما كانت هذه المعادلة في صالح قيمة الاستثمار يعني يطلع رقم موجب معناته المنظمة في حالة يسر مالي فني وإذا ظهر بقيمة سالبة أو بقيمة صفرية هذا يعني أن ارتباط موشي بحالة من العسر المالي الفني إذن إذا صار هنا نتيجة هذه المعادلة هي سالبة يعني لصالح الالتزامات وليس لصالح الاصول أو الاستثمار في رأس المال العامل معناته هذه رأس المال العامل أقل من الالتزامات أي إنها في حالة عسر أو إفلاس هذا العسر المال الفني إما أن يكون جزئي يعني يسمونه تعثر مالي وهذا فني أو يكون كامل يعني تعثر مالي كامل معناته تتعرض المنظمة إلى مواجهة القضايا القانونية في تصفية موجوداتها عزائي الطلب وفي هذا المجال نؤكد على أن الحالة المالية الفنية لأي موشية سواء كانت حالة من اليسر المالي الفني أو حالة من العسر المالي الفني عزائي الطلبة هي المحصلة النهائية لمدى سلامة قرار التمويل والاستثمار يعني هناك قرارين قرار تمويل وقرار استثمار التمويل هو قصر الأجل والاستثمار هو طويل الأجل إذن قرارين تمويل والاستثمار قصيرين الأجل وذلك لأن طرفي قياسها يعكسانه بصورة واضحة هذين القرارين عزائي الطلبة الاستثمار طويل الأجل يختلف عن الاستثمار قصير الأجل قصير الأجل مثلا في مسائل مبلغة ليس كبيرة بينما الطويل الأجل هي معناتها الاستثمار في أمور طويلة الأجل أو مرجوداتها طويلة الأجل عزائي الطلبة واستكمالا لما سبق التأكيد عليه من ارتباط حالة اليسر المالي الفني بتواجد القيمة الموجبة لصاف رأس المالي العامل هذا طبعا نبهنا عليها أنه ليست أي قيمة موجبة لكن هناك قيمة موجبة محددة تختلف من شيء إلى أخرى حسب ظروفها ونطاق عملها إذن نطلق على القيمة الموجبة المعيارية وعلى ذلك فنحن نقترح يعني هذه الحالة اللي ممكن أن تسود بها حالة اليسر المالي نسميها بالقيمة الموجبة المعيارية وعلى ذلك فنحن نقترح النموذج التالي لقياس حالة اليسر أو العسر المالي الفني درجة كفاية رأس المال العامل هي نفسها تساوي صافي رأس المال العامل الفعلي وتساوي صافي رأس المال العامل المعيار هي نفس هذه كفاية رأس المال العامل أو كفاية رأس المال العامل هي نفس صافي رأس المال الفعلي العامل الفعلي وصافي رأس المال العامل المعيار إذن هذه هي يجب أن تكون كلها متساوية المعياري والفعلي والكفوق رأس المال العامل كلها يجب أن تكون هي ذات التسمية حتى يكون هذا رأس المال العامل هو ضمن الحدود المقبولة في تحقيق اليسر المالي الفني الأسلوب الكمي لقياس حالة اليسر المالي الحقيقي لقد سبق أن وضحنا أن المشأة يعني التي نحن في صدد تحليلها أو الشركة التي نحن في صدد الحديث عنها أو تحليلها ستكون في حالة يسر مالي حقيقي إذا ما كانت في موقف يمكنها من مواجهة قلنا سداد التزامات المالية المستحقة بكافة نوعياتها وعجال استحقاقها بما في حقوق الملكية من خلال القيمة السوقية لأصولها الإجمالية بالإضافة إلى بقاء تراكمات نقدية لملاكها بعد تغطية القيمة الدفترية لحقوق ملكيتهم بالمشاعزة الطلبة المنظمة تواجه أمور عديدة يجب أن توفر لها تلك الأموال أو هي في صدد مواجهة مسائل مهمة وحاسمة لغرض تزديد هذه المسائل مثلا رواتب الكادر وكذلك القضايا التي تتعلق بالتزاماتها بالدولة بالإضافة إلى حقوق أصحاب الأسهم والقضايا الخاصة بتزديد القروض والضرائب والفوائد والوفر الضريب هذه كلها والاستهلاك هذه كلها أعزاء الطلبة والنفقات هذه مطلوبة من المنظمة فلذلك يجب أن تكون لديها القدرة ثنية على تحقيق اليسر المالي لمواجهة هذه الحقوق والالتزامات أعزائي الطلبة إذن من خلال هذه الحالة ممكن أن نتوصل إلى صياغة اسلوب كمي لقياس اليسر المالي والتعثر المالي الجزئي والفشل المالي الكامل أو الكامل إشلون إحنا راح نتوصل إلى هذا الاسلوب من خلال طبعا القياس الرياضياتي أو الكمية عزائي الطلبة راح نتحول إلى كيف نقيس اليسر المالي أو الحالة المالية للشركة الحالة المالية عزائي الطلبة يجب أن نتعرف على الموقف المالي المنظمة من خلال الآتي الحالة المالية تساوي القيمة السوقية للأصول مقسوما على القيمة الدفترية للأصول عزائي الطلبة نأتي إلى اختصار لهذه المعادلة هذه المعادلة هي مهمة كيف نوصل إلى الحالة المالية للمنظمة هل هي في حالة يسر هل هي في حالة عسر وهذا العسر هل هو كامل أو هو جزئي إذن إحنا لازم نوصل إلى هذا المعيار من خلال هذه المعادلة الحالة المالية تساوي القيمة السوقية على القيمة الدفترية للأصول هذا المختصر مال الحالة المالية حاميم تساوي القيمة السوقية هي قاف سين هذا الرمز مالها مقسوم على القيمة الدفترية للأصول في مية هذه المعادلة لازم تحفظونها عزائي الطلبة هل سنأتي ميم هي الحالة المالية قاف سين هي القيمة السوقية للشركة أو للأصول للشركة وقاف را هي القيمة الدفترية لأصول الشركة الآن كيف نتوصل إلى قاف سين اللي هي القيمة السوقية القيمة السوقية للشركة عزائي الطلبة تساوي صاف الربح التشغيلي طبعا بالمعادلة ممكن يكتبونها صاد نحن أنا كتبته هنا لكم بشكل توضيحي لأن هذا بكشف الدخل موجود صاف الربح التشغيلي في الواحة الثابت ناقص نسبة الضريبة هذه أيضا بالمعلومات كلها موجودة عندنا بالمثال على معدل العائد المطلوب للاستثمار هذا عزاء الطلبة معدل عائد مطلوب للاستثمار لو أي واحد من عندنا نحن يفكر ما هي النسبة المعقولة للحصول على استثمار مثلا في مشروع معين أو في قرض معين أو مصرف معين أو أي نشاط مالي ممكن يستثمر أمواله يمكن يكون 40% 30% 25% 30% 35% هو معدل مطلوب أو مقبول لكل مستثمار إذن هذا يتحدد أيضا عزاء الطلبة بشكل معقول يعني ما معقولة واحد يريد استثمر أمواله يقول أنا إلا أطلب 70% أو 80% أو 100% أو 90% هذا الشيء غير مقبول لأن الناس لما يشغل الأموال تأخذ أتعابها وتأخذ حقوقها واجور ورواتب الآخرين بالإضافة إلى استهلاك القضايا الخاصة بالتشغيل لتلك الأموال وكل كلفة تشغيل رأس المال هي مكلفة جدا لذلك أعتقد أنه أقل من 50% هو معدل مقبول لأي مستثمار زائد هذه الإشارة طبعا قلنا نحتي يعني هذا الجزء من القانون الخاص بالحالة المالية للشركة قيمة السوقية تساوي صافة الربح التشغيلي موجود بكشف الدخل نضربه في واحد هذا ثابت الواحد ناقص نسبة الضريبة إذن معطات بالأمثلة معدل عاد المطلوب يعني يعطينا أيضا بالأمثلة زائد فاء في فاء هي تعرفنا عليها اللي هي الضريبة العفو الفائدة وتعرفنا شون استخرجها فاء بمعادلة إذا كانت معطات نطلحها وإذا كانت معطات أنه إذن الفائدة هي انطلح هذه معروفة فاء هي الفائدة فيه أيضا نسبة الضريبة مقسوم على هذا الزائد طبعا بين هذه الجزء من المعادلة مقسوم على معدل الفائدة اللي احنا أيضا ممكن يضطينا بمثال أو احنا نفترضى 10% عزيزيز طلب بعيد القانون الخاص بالحالة المالية تساوي القيمة السوقية مقسومة على القيمة الدفترية للأصول في مية هذه القانون مالها الحاميم هي الحالة المالية للشركة وقاف سين هي القيمة السوقية للشركة وقاف را هي القيمة الدفترية للأصول للشركة القيمة السوقية للشركة عزاء الطلبة هذا قانونها هذا الجزء من القانون يساوي صافر ربح التشغيل طبعا عرفنا شون طلع صافر ربح التشغيل من خلال كشف الدخل مضروف في واحد ناقص نسبة الضريبة على معدل عاد لمطلوب لاستثمار فتحدثنا عنها عزاء الطلبة زائد هذا الجزء من المعادل الثاني فهي الفائدة في نسبة الضريبة على معدل الفائدة حيث أنه ضاد نسبة ضاد يساوي نسبة الضريبة فالفائدة عين معدل الفائدة والخصم هذا جزء كل شرحنا نأخذ عزاء الطلبة مثال توضيح حتى تتعلمون شون تستخرجون هذه المسائل الكمية أو الرياضياتية ونكشف الموقف أو الحال المالية للشركة من معلومات مثالنا السابق فلو كان معدل الفوائد 10% لاحظوا عزاء الطلبة معدل الفائدة 10% ومعدل عائد المطلوب لاستثمار حددنا هو 30% والقيمة الدفترية الأصول 10,000 دولار رأس المال عامل 2,000 دولار رأس المال عفو 2,000 دولار المدة 5 سنوات الضرائب 50% البضاعة للتالاف دولار المبيعات بالدولار 12,000 التكاليف الثابتة والتشغيلية 5,000 دولار إجمال التكاليف 12 و 500 دولار سعر بيع المنتوج هو 10 دولار عزاء الطلبة هذا نفس المثال السابق اللي بالمحاضرة السابقة تحدثنا عنه ولكن ضفنا حتى نستخرج الحالة المالية للشركة ضفنا هذه المعلومات اللي يحتاجها قانون الحالة المالية عزاء الطلبة فلو كان معدل فالفاعة 10% هذا ضفنا معدل عائد المطلوب هو 30% للاستثمار والقيمة الدفترية للأصول 10,000 دولار إذن هذه راح نستمر في كيف نحل هذا المثال أول شي نستخرج الفائدة مثل ما تعلمناها بالمحاضرة السابقة بإما أن المدخل السنوات وسعر الفائدة معطى هنا 10% هنا سعر الفائدة عزاء الطلبة سعر الفائدة معطى وأن سعر الفائدة هو 10% إذن فتساوي ميم في نوم في عين حيث أن من المثال أن ميم هي الألفين دولار ميم هي ألفين دولار أعزائي الطلبة هذي يقول ألفين دولار هذي الميم رأس المال هو ألفين دولار أعزائي الطلبة ونون خمس سنوات وعين عشرة بالمئة إذن نستخرج الفائدة هذا أولا فائدة تساوي ميم في نوم في عين وإذن ألفين في خمسة في عشرة بالمئة تساوي لفاء ألف ألف دينار أو دولار عزائي الطلبة ألف دولار ألف دولار ألف دولار أو من طين المبيعات ألفين نقص من المخزون من طين 3 ألف راح يظل عندي مجمل الربح 9 ألف التكاليف التشغيلية 5 ألف أيضا ننزله من مجمل الربح راح يظل عندي صافر ربح التشغيل 4 ألف الفوائد المدينة طلعناها ألف صافر ربح قبل الضريبة 3 ألف هذه استخرجناها 4 ألف نقص ألف ظل 3 ألف الضريبة 50% نضربها في 3 ألف في 50% صار 1500 نقصها من 3 ألف ضرص صافر ربح بعد الضريبة 1500 نسبة إراد السهم من الأرباح هي إذن 12 ألف على 1500 على 12 ألف على 1500 ساوي لي أعزائي الطلبة بونت 125 بونت 125 أعزائي الطلبة إذن 1500 على 12 ألف نقسم الأرباح صافيها على 12 ألف أعزائي الطلبة يعني طلعنا باعتبار نسبة جزاء لكل 1500 على 12 ألف المبيعات راح تطلع عندي راح تطلع عندي 125 إراد السهم من الأرباح عزائي الطلبة إذن هذه القسمة هي راح نستخرج من خلالها هذه المعطيات التي تتعلق بتطبيق الحالة المالية عزائي الطلبة إذن هذه هي المسائل التي تتعلق بالكشف الدخل بعدما عدنا كشف الدخل راح نتوصل إلى المعادلة الخاصة بالحالة المالية أو اليسر المالي للمنظمة أو العسر المالي هل هو إيجابي هل هو سلبي هل هو 100% هل هو أقل من 100% هل هو سالب راح نتعرف عليها من خلال معادلة التي احنا تعلمناها بالحالة المالية تساوي القيمة السوقية على القيمة الدفترية في 100% إذن أميم تساوي لقاف سين على قاف راء في 100% قاف سين هي القيمة السوقية والقاف راء هي القيمة الدفترية في 100% هذه المعادلة الخاصة بالحالة المالية عزائي الطلبة إذن احنا من خلال هذه المعطيات راح نتعلم شلون نستخرج الحالة المالية بالنسبة لهذه المعادلة نحاول نضيب بها بعض المسائل التي تتعلق بحساب المعادلات بشكل فني هذا طلعت هسا التقسيم إذن قاف سين على قاف راء صار فإن هاي المعادلة الخاصة بالحالة المالية بهذا الشكل إذن قاف سين هي القوة السوقية الساوي صاف الربح التشغيلي في 1 ناقص نسبة الضريبة زائد الفائدة في نسبة الضريبة عليه معدل الفائدة أعزائي الطلب على معدل الفائدة أعزائي الطلب إذن بهالطريقة هذه إحنا راح نحسب القيمة السوقية لهذه الشركة التي قبل شوية تعرفنا على المعطيات الخاصة من خلال المثال السابق إذن القيمة السوقية نجي صاف الربح التشغيلي عزائي الطلب هو بالمثال هذا هو صاف الربح التشغيلي صاف الربح التشغيلي هذا 4000 صاف الربح من كشف الدخل صاف الربح التشغيلي هو 4000 في الواحد ثابت ناقص الضريبة جد بالمثال الضريبة 50% الضريبة عزائي الطلب كنسبة مكتوبة بالقانون كنسبة نسبة الضريبة وليس كقيمة لاحظوا هنا أخذناها كنسبة إذن واحد ناقص نسبة الضريبة هي منطلناها بالمثال جد عزاء الطلب 50% الضريبة 50% وحتى بمعلومات المثال 50% نسبة الضريبة جاي يقل لي 50% هذه نسبة الضريبة 50% الضرائب 50% إذن هذه بالمثال عزائي الطلبة نأتي إلى بقية التفاصيل زاء عليه هذا كله مقسوم عليه معدل عائد المطلوب بالمثال قال لي معدل العائد المطلوب هو بالمثال معدل عائد المطلوب لستثمار هو 30% إذن هذا هو معدل عائد المطلوب 30% هذا هو 30% هذه معادلة راح نخليها جزء الأول من كيفية قياس القيمة السوقية للأصول الخاصة بالمنظمة وبالتالي نعرف الحالة المالية والموقف المالي لهذه المنظمة زاد الفوائد عزائي الطلبة وطلعناهن بعملية حسابية ألف اللي هي هذه الفوائد ألف في أيضا نسبة الضريبة هذه نفسها في نسبة الضريبة 50% مقسوم على معدل الفائدة منطلنا بالمثال 10% أو حتى إذا ما منطلنا احنا قلنا نأخذه فرضا 10% هذه كان معدل الفائدة 10% إذن اكتمل طريقة احتساب هذه الحالة المالية أو الجزء الأول من معادلة الحالة المالية اللي هي القيمة السوقية نستمر عزائي الطلبة نطلع نتيجة القيمة السوقية بهالطريقة هذه إذن القيمة السوقية 4000 هي صافي الربح التشغيلي في 50% ظلم واحد ناقص 50% هذه واحد ناقص 50% إذن 50% بوينت 50% على 30% اللي هو معدل عاد على الاستثمار المتوقع على الاستثمار هاي الزائد 500 ليش 500 ظل منها لأنه ألف الفائدة في 50% إذن يظل 500 500 على معدل فائدة عزائي الطلبة موجود 10% هذا راح ننتوصل إلى صافي هذه القيمة السوقية القيمة السوقية إذن تساوي القيمة السوقية تساوي 4050% ألفين تقسيم 30% زائد 500 على 10% 5000 هذه مجرد بالحاسبة انطلعها تطلع 500 على 10% صير 5000 لاحظوا نرجع الحاسبة ونشوفها 500 500 تقسيم 0 0.10% تساوي 5000 دولار إذن راح نوصل إلى هذه العزائي الطلبة المعادلة بهذا الشكل إذن هاي الخمسة ألاف وتساوي إذن 2000 على 0.30 إذن إذن تطلع هسه راح نرجع الحاسبة 2000 على راح نوصل إلى 2000 على 0.30 2000 ونقسم 2000 متبقي من الربح تقسيم 0.30 تساوي 6666.666 إذن 6666 وستين 0.666 هاي آخر 6 نحاول إلى 7 زائد 5000 راح يصير وتساوي هاي القيمة السوقية 11666 0.666 إذن الحالة المالية تساوي للقيمة السوقية طلعناها والقيمة الدفترية مقسوم على القيمة دفترية وين القيمة الدفترية بالمثال جاي قل لي القيمة الژفترية اليصول هي 10,000 إذن راح نصير عدي الحالة المالية للشركة القيمة السوقية 11,000 هاي استخرجناها مقسوم على 10,000 القيمة الدفترية معطاة بالسؤال للسؤال 116 بالمئة عزائي الطلبة إذن أكثر من 100 بالمئة أكثر من 100 بالمئة هذا هو القانون بشكله الخاص عزائي الطلبة أو بشكل صورة موحدة إلى القيمة السوقية هذا الجزء البسط وهذا المقام القيمة الدفترية طبعا هنا عين وهنا أنا خليت عين هنا ليش لأنه عين إحنا ما أخذيه من الفائدة وسعر الفائدة هذا عين كاتبينهم هو معدل الاستثمار المطلوب أو المعدل المتوقع من الاستثمار هذا مكاتبين عين أنا خليت لكم بطريقة أفضل اللي هي صغت لكم بهذه الصيغة اللي اتعلمنا شون نحسبه هذه هي الصيغة أصافي الربح التشغيلي في واحد ناقص الضريبة على معدل على المطلوب الاستثمار هذا كتبته معدل العائد مطلوب زائد فائدة هي الفائدة في نسبة الضريبة على عين اللي هو معدل الفائدة عزيزي الطالب اللي تعلمنا شون حسبه بالفوائد فلذلك هذا القانون أنا حورته بالصيغة المطلوبة حتى تفهمونها كما تعودنا على حساب الفائدة الصاد هو يقصد بيها صافي القيمة عفو صافي الربح التشغيلي في واحد ثابت ناقص نسبة الضريبة على المعدل مطلوب الاستثمار زائد فاء في الفائدة في نسبة الضريبة عليه أيضا بالكتاب مكتوبة لام يعني يقصد نسبة الخصم أو سعر الخصم للفائدة أو معدل مختصر معدل التشيراد يحورها عليه هذا كله هي الحالة المالية مقسوم عليه كله هذا البسط على المقام اللي هي القيمة الدفترية للأصول القيمة الدفترية للأصول طبعا أنا حسنت لكم ليش هناك كاتب بالضاد هو وهناك كاتب هي المفروض ضريبة نسبة الضريبة هنا ما أكاتبها بالكتاب أنا وضحتها لكم أيضا كنسبة حتى ما أضغلطون بها عزيزي الطلبة لاحظوا كتبت واحد ناقص نسبة الضريبة ففي نسبة الضريبة لذلك طلعت عندنا القيم بشكل دقيق واحد ناقص خمسين بالمئة وهنا ألف في خمسين بالمئة اللي هي معطاة نسبة الضريبة طبعا هذا بالكتاب موجود أنا حاولت حاولت حوله لكم بالشكل اللي تفهمونه اللي يريد يحفظ بهالطريقة هماكم مشكلة على شرط أن هذا العين يعتبرها يعني يفسرها على أنه هو هذا معدل فائدة وهذا عين معدل العائد المقبول للاستثمار اللي هو منطيناه بالمثال لاحظوا معدل عائد المطلوب أو المقبول للاستثمار حيث أن صاد تعني صافر ربع التشغيلي وضاد تعني معدل الضريبة يعين تعني معدل المطلوب على الأموال المملوكة هذه اللي أحجتكم عليه فتعني قيمة الفوائد ولا منعني بها معدل الفائدة وراء قاف راء تعني القيمة الدفترية للأصول إذن النتيجة إيجابية ليش إن طلعت أكثر من مية بالمية إذن النتيجة إيجابية أي إن المنظمة في حالة يسر مالي فعلي أو حقيقي لأن حالتها المالي هي أعلى من مية بالمية ونؤكد هنا أن الحالة المالية لأي شركة يجب أن لا تقل عن مية بالمية عزائي الطلب يجب أن لا تقل حتى ولا تتساوى مع المية بالمية لا يجب أن تزيد على المية بالمية عزائي الطلب بهذا يا عزائي الطلب نكشف ثلاث حالات لكم إذا كانت مية بالمية أيضا هذا الشيء غير جيد وإذا كانت أعلى من مية هذا الشيء جيد جدا يعني هي في حالة يسر مالي ولديها القدرة على مواجهة الالتزامات المالية زاء الأطراف الأخرى وزاء الخصوم وبالتالي أو الغرمة وبالتالي لا يوجد لديها أي حرج مالي أو هي ليست في موقف مالي عسير وإنما موقف هيسي أما إذا كانت أقل من مية بالمية أو مية بالمية فهذا يعني وقوع الشركة في حالة العسر مالي أو التعثر المالي الجزئي لأن القيمة السوقية أقل من قيمة أصولها الدفترية القيمة السوقية للأصول أقل من قيمة أصولها الدفترية أما إذا كانت حالتها المالية بمعدل سالب أي إن قيمة السوقية سالبة ففي هذه الحالة المالية للشركة تتجسد حالة الفشل تتجسد حالة الفشل الكامل الفشل المالي الكامل إذن هذه ثلاث حالات إذن يمكننا أيضا نقيص مخاطر الأعمال بموجب المعادلة الآتية مخاطر الأعمال تساوي قيمة المبيعات ناقص تكاليف التشغيل المتغيرة على صاف الربح التشغيلي أعزاء الطلب قيمة المبيعات عدنة إحنا ما أخذينها 12 ألف بالمثال هذا بالكشف قيمة المبيعات 12 ألف حتى بالمثال موجودة تكاليف التشغيل المتغيرة الإجمالية وليس الوحدة الواحدة إحنا أخذناها التكاليف التشغيل المتغيرة ما كانت موجودة قلنا منطيننا الإجمالية والثابتة إذن كل يش تساوي لي 12 ألف الإجمالية و 500 ناقص تكاليف الثابتة 5000 بالمثال راح يصير عدي 7 و 500 هي التكاليف التشغيل المتغيرة اللي بالمثال الأصلي عزائي الطلبة تعلمنا شون نحسبها التكاليف المتغيرة لاحظوا منطيننا التكاليف الثابتة 5000 التكاليف الإجمالية 12500 إذن المتغيرة ما موجودة المتغيرة اجتساوي للتكاليف الكلية ناقص التكاليف الثابتة تطلع التكاليف المتغيرة التكاليف الكلية 12500 والثابتة 5000 إذن المتغيرة هي الباقي اللي هي 7500 عزائي الطلبة لذلك القيمة المبيعات 12000 قلنا ناقص 7500 التشغيل المتغيرة مقسوم على صحف الربح التشغيلي اللي هو بالمثال طلعناها بقائمة كشف الدخل 4000 صاف الربح التشغيل أعزائي الطلب 4000 هذه الأربع تالاف إذن نطبق المعادلة حتى نوصل للمخاطرة إذن مخاطر أعمال الشركة على وفق مثالنا السابق يمكن أن نقيسه كما هي درجة مخاطر الأعمال تساوي 1.25 إذن خطورة أعمال هذه الشركة عالية إذن معيار الخطورة المقبول هو أقل من واحد أما إذا كان أكبر فهي واقعة في مخاطر السوق والأعمال وإذا كان واحد فإن داها محتاط أي تسير وفق سياسة التحوط المالي تتجنب الفرص الكبيرة أو ذات الأعمال الكبيرة عزائي الطلبة هذا هو كيفية استخراج الحالة أو اليسر المالي أو العسر المالي عزائي الطلبة إذا طلعت نتيجة المعادلة عزائي الطلبة أقل معناتها المنظمة واقعة أقل من مئة واقعة في مشكلة شكرا لأصغركم ونتمنى أن نكون قد استفدتم من هذا المثال الشامل عن كل القضايا اللي تتعلق بحالة الشركة وخطورة الشركة والعسر المالي والعسر الفني راجعوا هذا الموضوع عزائي الطلبة أنا بنزلها لكم على شكل PDF وإن شاء الله راح تستفيدون من هذه المعلومات المهمة للإدارة المالية أو للمدير المالي وبالتالي تستطيع عزائي الطلبة أن تتعرف على حالة أي شركة من خلال كشف الدخل وتستطيع تحليل كشف الدخل والحالة المالية وتستطيع أيضا أن تحلل تحليل الروافع المالية والتشغيلية والشاملة بالإضافة إلى المخاطرة واليسر والعسر المالي والفني إذن كلما استثمرت أموال المنظمة برأس المال العامل بشكل جيد كلما استطاعت أن تواجه أعزائي الطلبة التزاماتها وديونها المستحقة للغير بالإضافة إلى فوائد القروض وكل أصحاب حقوق الملكية أصحاب الأسهم والسندات أما إذا لم تستطع معناتها إذا قلت عن المئة بالمئة فهي في حالة عسر فني جزئي أو تعثر مالي جزئي وإذا يعني سالبة معناتها هي في حالة فشل مالي كامل لا تستطيع أن تفي بكل المسال تتعلق بتزديد مديونيتها للغير وبالتالي تصفى أعزائي الطلبة وتتعرض إلى حالة قانونية وبالتالي يعني راح تنتهي هذه الشركة من السوق وتخرج من السوق بسبب فشلها وفشل مديرها وكادرها المالي إن شاء الله إحنا يعني لاحظتم شون استفادين من هذه المعلومات كشف الدخل والبعض من عدكم قال شلون إحنا هذا كشف الدخل أخذناها بمحاضرات الكورس الأول إحنا هذه الدارة المالية مترابطة هما الدولة قسمتها والوزارة قسمتها إلى جزء أول مالية واحد ومالية ثانية بالحقيقة يعني منهج متكامل يعني ماكو منهج منفصل يعني قد نعود إلى أي نقطة في أي لحظة من الزمن نستطيع أن نستخدم معلوماتنا المالية في التحليل الفني للوصول إلى كيف نستثمر رأس المال العامل للمنظم المتمثل بالمخزون والذمم وكذلك الأوراق المالية والنقدية والسيولة الحالة المالية هي الحالة النقدية عزائي الطلبة والحالة الفنية إذا كانت ميسورة هذا الشيء يجعل المنظمة تسير وفق خطة من الأمان وتبتعد عن المخاطرة من خلال ما توصلنا إليه من هذه المعلومات اللي استمرين بالتحليل ولن نتوقف عزائي الطلبة إذن هذه هي محاضرتنا لهذا اليوم المطلوب من عدكم وتراجعونها على شكل PDF أو على شكل يعني محاضرة فيديوية في هذا الباوروين شكرا لأصغاءكم ونلتقي في محاضرة أخرى إن شاء الله فيما يتعلق بالإدارة المالية عزائي الطلبة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته